اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد سجلت شركة الاثمار القبضة صافي ربح بلغ 13.03 مليون دولار امريكي لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 من يونيو 2019 اي بزيادة نسبتها 20.4% وكان صافي الربح الخاص بالمساهمين قد بلغ 8.37 مليون دولار امريكي اي بزيادة نسبتها 72.5% والان نترككم مع اسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد ترجع مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات اليوم بنسبة 0.06% مقفلا عن مستوى 1544 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 5.265.000 سهم بغيمة اجمالية تجاوزت 1.212.000 دينار تم تنفيذها من خلال 97 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية اما بالنسبة الى اغلاقات بقية البورصات الخليجية فقد عادت الاسواق الخليجية الى ارتفاع في تعاملات اليوم مدعومة بالارتفاع الكبير للاسهم الامريكية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي اقفلت بارتفاع النسبة 1.06% وذلك بدعم من صعود اسهم قيادية في كافة القطاعات تقيبا ونتحول الى مؤشر السوق الاول في بورصة الكويت الذي اقفل على ارتفاع نسبة 0.55% حيث شهدت المؤشرات ارتفاعا بشكل شبه جماعي وننتقل الى سوق ابو ظبيل الاوراق المالية الذي سجل تقدم بنسبة 0.74% بدعم من ارتفاع مؤشر قطاعي السلع الاستلاكية والاتصالات اما السوق دبي المالي فقد تقدم ايضا بنسبة 1.23% وسط تقدم لقطاع السلع الاستلاكية بشكل رئيسي واخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي اغلق على ارتفاع هو الاخر نسبة 0.93% مع تقدم كافة مؤشرات البورصة العمانية قدمت السعودية والامارات 540 الف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الاساسية للشعب السوداني لثلاثة اشهر كمرحلة اولى حيث تم توريد الدفعتين الاولى والثانية وشملت 140 الف طن من القمح واكد محمود السويدي المدير العام لصندوق ابو ظبيل التنمية ان الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني يأتي بتوجهات كريمة من قيادتي السعودية والامارات وان قيادة البلدين حريصة على تقديم جميع اشكال الدعم الممكنة ليتجاوز السودان الظروف الصعبة التي يعيشها وصولا لاستقرار الاقتصادي وتحقيق الامن الغذائي وقعت شركة بترول ابو ظبيل وطنية ادنوك اتفاقية شركة استراتيجية استثمارية تستحوذ بمجابها على حصة بنسبة 10% في شركة VTTI المالك والمشغل العالمين لمحطات التخزين وعقب اتمام الاتفاقية ستوزع حصص ملكية VTTI ما بين ادنوك و45% لصندوق ايفم العالمي للاستثمار في البنية التحتية و45% لفيتول وذلك بشكل مباشر ويتشوح هذا الاستثمار لادنوك الاستفادة من القدرات التخزينية لشركة VTTI في عدد من اسواقها الرئيسية للتصدير ومراكز التجارة المهمة مثل اسيا وافريقيا واوروبا وكذلك تأمين منشآت اضافية في ميناء الفجيرة بدورة الامارات والذي يعد مركز ادنوك الرئيسي للتخزين وقعت الحكومة المصرية عقدا بقيمة استثمارية تبلغ نحو 4.5 مليار دولار لانشاء خطي مونيرل العاصمة الادارية ومدينة السادس من اكتوبر جنوب الجيزة وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوراكسون كونستركشن أسامة بشاي أن التعاون مع الشركة الدولية بومباردي والشركة المصرية المقاولون العرب في هذا المشروع يسلط الضوء على الريادة في قطاع النقل خاصة في المشروعات التي تحتاج إلى تقنية عالية في التنفيذ مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل أبل تطلق بطاقتها الاعتمانية الافتراضية في إطار تنويع مبيعات الشركة بعيدا عن الأجهزة حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المخاوفة من حرب تجارية طويلة الأمد مع الصين قائلا أن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية وذلك بعد تصنيف بيكين على أنها دولة تتلاعب بالعملة وقال ترامب على تويتر أن هناك كميات هائلة من المال من الصين وأجزاء أخرى من العالم تنفق على الولايات المتحدة بفضل الأمان والاستثمار وأسعار الفائدة وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزير المالية ستيفن ميوتشن سيجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي لإزالة الميزة التنفسية غير العادلة التي أوجدتها الإجراءات الصينية الأخيرة أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن المملكة المتحدة تسعى لنقل العلاقات التجارية مع كندا إلى مستوى أعلى بعد بريكسيت وقال الوزير البريطاني في مؤتمر صحفي عقده في تورونتو برفقة نظرته الكندية كريستيا فريلاند أنهم يريدون توسيع آفاقهم ورفع مستوى طموحهم في العالم وتابع أنه في هذا الإطار سوف ينتقلون مع كندا والشعب الكندي إلى مستوى أعلى خاصة في المجالات التجارية والتعاون الأمني أو في مجال مكافحة التبادل المناخي وفقا لما نقلته وكالة فرانس بريس شهد معدل التضخم في فنزولا انخفاضا بشكل حاد منذ بداية العام الجاري مقارنة مع المستويات المرتفعة بحسب معايير التضخم الجامح في الماضي ويأتي تباطؤ التضخم نتيجة لقرار السياسة النقدية بشأن زيادة متطلبات احتياطات البنوك وخفض طباعة الأوال من أجل تمويل الإنفاق العام وفي حالة فنزولا فأن الافتقار لإطار قوي للسياسة وعدم موجود حد أدنى حقيقي للأجور التي انخفضت بنحو 25% منذ يناير أمور غير جيدة بالنسبة لاستمرار لاتجاه الهابط في معدل التضخم والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وسعر النفط والمعادن الرئيسية ترجمة نانسي قنقر وفي آخر أخبارنا الاقتصادية أطلقت شركة أبل بطاقتها الاتمانية الافتراضية بعد تعاونها مع بانك كولدمان سايكس على الإضافة الجديدة لهواتف آيفون مما قد يساعد في تنويع مبيعات عملاق التكنولوجيا بعيداً عن الأجهزة وأعلنت الشركة عن البطاقة في مارس بهدف اتشذاب مقتني الهاتف آيفون من خلال إصدار بطاقة تضمن لحميلها استرجاع 2% من قيمة المشتريات وركزت أبل على الخصوصية حيث أن معلومات الشراء ستكون مخزنة في هاتف المستخدم وإنه لن يكون بإمكان أبل أو البنك بالإطلاع على المعلومات ترجمة نانسي قنقر